وَالْفِقْهُ فِيهِ دُرَرُ الْأَحْكَامِ فِقْهُ الْحَيَاتِ يُسْعِذُ الْآلَامِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه وبعد أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة التي نستكمل فيها الحديث عن مبادئ علم مقاصد الشريعة الإسلامية وفي الحلقة السابقة قد تحدثنا عن حد هذا العلم يعني التعريف عرفنا كلمة مقاصد لغة واصطلاحا وعرفنا كلمة الشريعة لغة واصطلاحا ثم عرفنا مقاصد الشريعة ثم تعرفنا إلى أو تحدثنا عن موضوع مقاصد الشريعة وفي هذه الحلقة نتحدث عن السمرات والفوائد التي نجتنيها أو نجنيها من معرفة المقاصد أو من علم مقاصد الشريعة الإسلامية كما قلنا في أبيات الصبان إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم السمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد وحكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع هذا الشرف فحديثنا عن السمرة ما هي سمرة علم أصول الفقه أو علم مقاصد الشريعة أو سمرة مقاصد الشريعة ومعرفة مقاصد الشريعة بشكل عام أولا نحن حينما نتعلم مقاصد الشريعة الإسلامية فإنما نمتسل أمر الله سبحانه وتعالى الآيات القرآنية التي تتحدث عن الاعتبار والتذكر والتفكر والنظر انظروا ماذا في السماوات والأرض وتتحدث عن التعليل والبيان الأسباب وإلى كل هذا هذا منهج قرآني وكذلك في السنة النبوية فنحن حينما نتعلم مقاصد الشريعة نتسق مع المنطق القرآني والمنطق في السنة النبوية الأمر الآخر الفائدة الأخرى وهي أن دراسة مقاصد الشريعة الإسلامية توفر للدارس تصورا عاما عن هذه الشريعة ما هي هذه الشريعة ما غيات هذه الشريعة ما أهداف هذه الشريعة وهذا وحده يقفك أو يجعلك تتزوق عظمة الشريعة الإسلامية حينما تعلم أن هذه الشريعة جاءت لمحاربة الظلم هذه الشريعة جاءت لإرساء العدل هذه الشريعة جاءت للحرص على الإنسان صحة الإنسان جسم الإنسان روح الإنسان عقل الإنسان نسل الإنسان عرض الإنسان جاءت هذه الشريعة لإقامة الأسرة الصالحة لإقامة المجتمع المتماسك القوي المتين جاءت هذه الشريعة لكي تسود الأرض وتسعد البشرية حينما تقف على هذه المعاني العظيمة تتزوق معنى الإيمان وتتزوق عظمة الشريعة الإسلامية فتكوين تصور عام من خلال دراسة مقاصد الشريعة الإسلامية أيضا من الفوائد والثمرات التي نجنيها من دراسة مقاصد الشريعة الإسلامية أنه لا يمكن فهم النصوص الشرعية إلا بالمقاصد لا يمكن أن نفهم النصوص إلا في ضوء مقاصدها يعني حينما نتحدث مثلا عن الحج الله سبحانه وتعالى يقول فيه ليشهدوا منافع لهم وهذه المنافع مطلقة لم يحدد أي منافع منافع عامة شاملة مادية ومعنوية دينية ودنيوية في الدنيا والآخرة تاريخية حضارية اقتصادية اجتماعية سياسية كل روحية قلبية عقلية بدنية إيمانية كل هذه المنافع الحج وأشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج حينما تعلم أن هذه الشعار أقيمت لذكر الله كما ورد في السنة النبي عن الصيد عائشة رضي الله عنها حينما جعلت المناسك لإقامة ذكر الله فحينما تتصور هذا تعرف وتدرك عظمة الشريعة وأن هذه الأحكام لا تفهم إلا في ضوء مقاصده وكذلك الصيام والصلاة والزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الزكاة دي بعض الناس بيظن أنها يعني الله تعالى يريد أن يقهرنا ويريد أن يأخذ مننا المال ويستخرج مننا المال بالإكراه كل هذا خطأ أولا المال مال الله سبحانه وتعالى ليس مالنا نحن حينما أمرنا ودعانا إلى الإنفاق قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه هو الذي استخلفنا في هذا المال وأقامنا عليه تطهره بالزكاة طهار للإنسان طهار للزنوب طهار للشح مرض الشح الذي قبل الإنسان على الله تعالى يريد أن يخلصنا من هذه الصفات السيئة ومن ينقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون فالله تعالى فرض هذه الزكاة تطهرا لأنفسنا نحن تطهرا لزنوبنا زكاة لقلوبنا ونفوسنا وأرواحنا وعقولنا تطهرهم وتزكيهم بها الزكاة معناها النماء أصلا يعني بعض الناس يظن خايف أنه الزكاة هتنقص المال لا النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا المعنى بشكل واضح جدا وقال ما نقص مال من صدقة ما فيش مال بينقص بسبب الصدقة الصدقة دي أصلا التي تخرجها الله تعالى يجعل فيها البركة ويزكي بها المال يعني ينمي بها المال وهو تعالى قال يضاعف لمن يشاء ووعد بالإخلاف أن يخلف الله سبحانه وتعالى على من ينفق عبدي أنفق أنفق عليك وقال سبحانه وتعالى يضاعف له ولهم أجر كبير فإذا فهم الشريعة الإسلامية أنا أقول بشكل واضح يتوقف على فهم مقاصد هذه الأحكام لأنه بدون فهم المعاني والمقاصد لن نستطيع أن نفهم الأحكام نفسها أن نفهم الأحكام إزاي تبقى كده حاجة صماء معاني قوالب قائمة لا روح فيها الإمام ابن عطاء الله وهو بتحدث عن الإخلاص والأعمال يقول الأعمال صور قائمة صور كده كأنها تمثيل أو هياكل قائمة صور قائمة وأرواحها الروح اللي بتحرك الحاجة وتخلي فيها حياة وجود سر الإخلاص فيها سر الإخلاص ده هو اللي بيخلي الأعمال فيها الحياة تدب فيها الحياة وتكون كائن حي فكذلك الأحكام الأحكام أيضا صور قائمة هياكل هكذا لا روح فيها ولا حياة وأرواحها وجود سر المقاصد فيها وهكذا قال الإمام الشاطبي إمام المقاصد الكبير يقول المقاصد أرواح الأحكام المقاصد أرواح الأحكام فنحن إذا نزعنا المقاصد من الأحكام أصبحت الأحكام جثثا هامدة هياكل قائمة لا روح فيها لا حياة لا فائدة لا شيء يرجى منها على الإطلاق فالذي يريد أن يفهم الشريعة الإسلامية بغير مقاصدها التي نص عليها الشارع والتي تستخرج من مسالكها المعتبرة كأنما يريد أن يتعامل مع شريعة صماء مع شريعة ميتة لا روح فيها لا معنى لا طعم لا زوق لا عظمة لا أسر لا قدرة على استيعاب الواقع لا قدرة على بسط سلطان أحكامها على مستقدات الحياة وعلى نوازلها وجوانبها المختلفة أيضا من فوائد المقاصد أن الإنسان بالمقاصد يكون قادرا على عبادة الله بحب يعبد الله بحب يعبد الله بشوق بإقبال بإتقان باستمرار دي كلها فوائد يعني سمرات ليست سمرة واحدة كل كلمة من التي ذكرتها أنا الآن هي فائدة وسمرة من سمرات معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية فهل يستوي الذي يقرأ عن الصلاة وأسرار الصلاة وعظمة الصلاة وكيف أن هذه الصلاة صلة بين العبد ورب وأن هذه الصلاة هي عبارة عن يعني مطهر للزنوب والمعاصي والأسام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم خمسة مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا لا يا رسول الله قال ذلك مثل الصلاوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا الصلاة دي بتمحو الخطايا بتلغيها تشوفوا كلمة المحو يمحو لما واحد يهدد التاني يقول له أنا سأمحوك من على وجه الأرض فهذه الصلاوات يمحو الله تعالى بها الخطايا حينما تتزوق معنى الصلاة معنى الخشوع فيها معنى السكينة الطمأنينة المناجاه أنك بتقرأ القرآن فتخاطب الله سبحانه وتعالى أنك بتناجي الله في هذه الصلاة بتدعوه بترجوه تسبحه تتوب إليه تسوب إليه تعتمد عليه تتوكل كل هذه المعاني حينما تشعر بأن هذه الصلاة هي العزاء والسلوى في الحياة حينما تشعر أنك حينما تدخل في هذه الصلاة فكأنما أنت في معية الله في صحبة الله في كنف الله في رعاية الله هل يستوي من يستشعر كل هذه المعاني والأسرار والمقاصد بمن يصلي وهو لا يعلم عن ذلك شيئا إيه الفرق بن دودة ما الفرق بين الذي يعبد الله سبحانه وتعالى وكذلك في الصيام الصيام كقال لعلكم تتقون والصيام جنة والصيام كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لعظم أجر الصيام ولمكانة الصيام هو العمل الوحيد في الإسلام الذي يجزي الله سبحانه وتعالى به ولم يكشف الله سبحانه وتعالى لأي أحد عن أجر ومسوبة هذا الصيام لأنه لله قال فإنه لي وأنا أجزي به الذي يستشعر هذه المعاني وهذه المقاصد والأسرار والحكم لا شك أنه سيقبل على هذه العبادة وهو يحبها سيقبل عليها بشوق برغبة بإقبال شديد وسوف يستمر عليها هذه فائدة أخرى سوف يستمر على هذه العبادة الذي يعرف معنى الأسرة في الإسلام نعمة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته نعمة الأبناء نعمة الاستقرار الأسري والأمن الأسري والمحبة والرأف والرحمة التي تسود الأسرة بين الزوجين وبين الزوجين والأولاد الذي يقدر هذه القدسية وهذه العلاقة التي سمها الله نساقا غليظا وأمر أن يكون فيها رحمة ومودة وبعضكم من بعض وهن لباس لكم وأنتم الذي يستشعر كل هذه الأسرار والحكم هل سيعيش حياة زوجية كما لا يعرف شيئا عن عظمة الحياة الزوجية وقدسيتها ومكانتها وقيمتها الحقيقية والسعادة التي يعيشها الإنسان حينما يمشي فيها على مراد الله هل يستوي هو من يتزوج من أجل شهوته فقط فإذا حدثت مشكلات تقوم الدنيا ولم تقعد ويؤدي الأمر بعد ذلك إلى الطلاق لا يمكن أبدا هذا هو معرفة مقاصد الأسرة من الأسباب الرئيسة في إقامة هذه الحياة في أن يقدر كل واحد الزوج والزوجة هذه الحياة فمعرفة مقاصد الأحكام تجعل الإنسان يقبل عليها بحب وشوق تجعله يحب هذه الشريعة ويحب رب هذه الشريعة مقاصد الشريعة معرفتها تثمر في نفس الإنسان تعظيم لشعائر الله يقبل عليها كما قلنا بحب وشوق يستمر على الأداء يتقن هذا الأداء يؤديه بإتقان لأنه يعلم عظمة هذا التشريع ومن ثم يؤديها بحب وإتقان أيضا معرفة المقاصد تؤدي بالإنسان كما قلنا وهذه فائدة لكن أريد أن ألقي الضوء عليها تجعل الإنسان يستشعر عظمة الشريعة قيمة الشريعة أن هذه الشريعة قد إيه هي نزلت من أجل الإنسان من أجل مصالح الإنسان القرآن كله يا جماعة القرآن كله حديث إما عن الإنسان أو للإنسان لا توجد آية في القرآن الكريم إلا وهي تتحدث عن الإنسان أو تتحدث للإنسان شوفوا كده يعني قلبوا المصحف وانظروا إما أن تتحدث عنه أو تتحدث له فاستشعار عظمة هذه الشريعة وهذا الاستشعار لعظمة الأحكام الشرعية ينتهي بالإنسان إلى تعظيم مشرع هذه الشريعة ومنزل هذه الشريعة شوفوا المقاصد ربما بعضنا عنده خلفية سلبية عن المقاصد بسبب بعض الممارسات المنحرفة والملتوية والسيئة التي لا علاقة لها لا بمقاصد ولا بشريعة لكنه حينما يدخل إلى بوابة هذا العلم ويتعرف إلى بعض معانيه وبعض مبادئه ومسائله يقف على عظمة هذا العلم وعلى عظمة الشريعة الإسلامية بشكل عام وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى مشرع هذه الشريعة ومنزلها رحمة للعالم من المقاصد أيضا مع القواعد الأصولية وما ورد في علم أصول الفقه بشكل عام تسهم في معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية الأدلة التي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا وقول الصحابي والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا وقول الصحابي وسد الزراع إلى آخر هذه الأحكام كيف نستخرج الأحكام الشرعية من هذه الأدلة؟ طبعا هناك قواعد أصولي وأيضا المقاصد تساعد على استنباط الأحكام من أدلتها الإجمالية والإمام الشرطبي مثلا جعل المقومات المكتهد وشروط المكتهد تدور حول أمري فهم مقاصد الشريعة على كمالها والقدرة على الاستنباط بناء على فهمه فيها يعني على فهمه في مقاصد الشريعة الفائدة الأخرى أن المقاصد دي أساسية جدا في الإفتاء الذي يفتي الناس لابد أن تكون عنده معرفة بالمقاصد فمن ثمرة المقاصد تسديد الإفتاء توجيه الإفتاء ضبط الإفتاء صحة الإفتاء والاجتهاد أي مفتي أو أي مكتهد يكتهد في أي حكمة أو أي نازلة أو مستجد أو أي قضية من القضايا أو مسألة من المساء المعروضة عليه لا يمكن أن يصل فيها لحكم صحيح ولا لفتوى صحيحة إلا إذا استحضر مقاصد ما يفتي فيه ويكتهد فيه لا يمكن أبدا على الإطلاق أنا حينما أفتي في مساء خاصة بالأسرة مش أنا يعني اللي أفتي الناس اللي بتفتي يعني المفتين حينما يتعرضون للفتوى في مساء الأسرة لابد أن يستحضر مقاصد الأسرة في الإسلام لازم يعرف أن الإسلام يريد أن تقام هذه الأسرة أن تبقى هذه الأسرة أن تستقر أن تستمر أن تبني على المواد والرحمة لازم كل ذي يستحضره هو أثناء اكتهاده وأثناء إفتاءه للناس وإلا سيضل ويضل ويفتي الناس بفتوى غريبة غريبة الشكل كما نراه في بعض الفتاوى أيضا من سمرات معرفة المقاصد بشكل عام معرفة المقاصد تؤدي إلى اختيار الوسيلة المناسبة حينما نتحدث عن مثلا الانتخابات أو اختيار الحاكم نحن من ضمن أهدافنا نختار حاكم صالح والحاكم الصالح ده بعد ما نختاره خلاص يبقى هو وسيلة لتحقيق أهداف أخرى سنتناول أنواع المقاصد بعد ذلك وكيف يتحول المقصد بعد تحققه إلى وسيلة لتحقيق مقصد آخر طيب ما هي أفضل الوسائل وأنسب الوسائل لاختيار الحاكم هالنظام البيعة حد مجموعة تختار وبعد كده تختار واحد منهم والواحد ده يبيع الناس ولا صناديق الاختراع ولا التصويت الإلكتروني اللي ربما يعني ظهر في بعض البلاد وسيظهر ويكتسح بعد ذلك يعني اللي عايز أقوله هنا أن المقاصد بتقودنا إلى أنسب اختيار أنسب الوسائل طيب اخترنا وسيلة والوسيلة دي اتضح أنها لا غير ناجعة غير مناسبة يبقى في هذه الحالة نحن نجدد ونطور الوسيلة لماذا؟ لكي تحقق المقصد فمعرفة المقاصد تؤدي إلى اختيار أنسب الوسائل ثم تجديد وتطوير الوسائل إذا ضعفت عن أداء مهمتها طيب إذا توقفت هذه الوسيلة عن أداء المهمة نأتي بوسيلة جديدة نغير هذه الوسيلة وده اللي عمل سيدنا نوح عليه السلام وهو يدعو الله سبحانه وتعالى قومهم قال نوح الرب إني دعوت قومي ليلا ونهار شوفوا وسلتينهم ليلا ونهار فلم يزدهم دعاي إلا فرار وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار ثم إني دعوتهم جهار جهار ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إصرار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار اسلوب الترغيب يرسل السماء عليكم مدرار ونمددكم بأبوال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أن ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطوار اسلوب الترغيب ما كاش بالزوء يجب العافية فتنوع تنوع الأساليب النبي عليه الصلاة والسلام دعا في مكة دعا سرا ثم دعا جهرا ثم ظل في مكة ثم هاجر وقبل الهجرة أرسل وفود إلى الحبشة ثم إلى المدينة ثم يعني وسائل متعد لماذا؟ لتحقيق الهدف نحن ندور حول تحقيق الهدف فنريد أن نحقق الهدف بأي وسيلة ممكنة مشروعة نحقق هذا الهدف ضعفة الوسيلة نجدد ونطور هذه الوسيلة زي أي واحد ده شركة أو ده مصنع وجيب ناس موظفة تشتغل أو عمال أو جيب ناس موظفين يشتغلوا كل واحد في مهنته اللي محاسب واللي مدير موارد واللي كذا واللي مشرف على كذا واللي في قطاع كذا إلى آخره طيب الموظفين ده يعني شغالين مية مية ولا محتاجين تطوير لا شك محتاجين تطوير نعمل لهم دورة في كذا ليه؟ لماذا؟ الموظف ده نفسه وسيلة لتحقيق أهداف الشركة أو المصنع من أجل أن يقوم هذا المصنع وينهض وتتحقق به الأهداف التي ينشئ من أجلها هذا المصنع طيب فيه موظف فاشل أو عامل فاشل نعمل فيه إيه؟ وغير قابل للتطوير ولا للتجديد هو كده آخر وكده خلاص مع السلامة نجيب واحد تاني مباشر تغيير الوسيلة فيه مكينة معينة في المصنع لا تستطيع أن تعمل أو تعمل بمعدل ضعيف يعطل الإنتاج ويضعف الإنتاج نصلح هذه الوسيلة لم تستجب الإصلاح نغير مباشرة فالمقاصد هي الحكم المقاصد أيضا تجعل الإنسان يرتب الأولويات يعني الأولوية عندنا لحفظ النفس ولا لحفظ المال لحفظ النفس طبعا لأن النفس مقدمة والمال يعوض أما النفس إذا ماتت فلا تعوض إذا فاتت النفس فلا تعويض والمال يعوض فإذن حتى النفس مقدمة على المال والمال خادم للنفس في منظومة مقاصد الشريعة فإذن الأولوية عندنا للنفس حينما تتعارض مصالح جزئية مع مصالح كلية نقدم المصالح الكلية حينما يتعرض مصلحة فرد مع مصلحة أمة أو مجتمع نقدم مصلحة الأمة والمجتمع فده بيورينا الأولويات إيه اللي يقدم وإيه اللي يؤخر أيضا بيساعد الفهم المقاصدي ومعرفة مقاصد الشريع على الترجيح أيها يرجح وده جزء من الأولويات بالضبط يعني نرجح المصالح أم المفاسد طبعا المصلحة مقدمة على المفاسد طب إذا كانت المفسدة قليلة ومفسدة كبيرة يبقى نرتكب المفسدة الأخف من أجل أن ندفع المفسدة الأكبر طب إذا كانت هناك مصلحتان مصلحة كبرى ومصلحة صغرى نترك المصلحة الصغرى ما ناخدهاش نفوتها من أجل أن نجلب المصلحة الكبرى فكل ده بنتعلمه من المقاصد المقاصد هي التي تقودنا إلى هذا الفهم وده فهم حضاري فهم متحضر بيجعلنا نحقق أعظم الأهداف ونصل إليها بأسرع الطرق وبأقل الأوقات وبأقل جهد وبأقل مال هذه المقاصد المقاصد ليست شيئا هلاميا وليست شيئا بالتشهي والتطبيقات الخطئة السيئة التي يمارسها البعض في الواقع فيكرهنا في المقاصد ويجعلنا نالعن المقاصد والمتخصص في المقاصد لا المقاصد هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى فيها كل هذه الفوائد وتحقق للإنسان كل هذه العظمة ولها فوائد أخرى كثيرة جدا ومتنوعة وأعمق من هذا بكثير تدخل في عمق الأصول وفي عمق الاجتهاد وفي عمق الإفتاء وفي عمق التعامل مع الحكم الشرعي لكن نكتفي بهذا القدر من الفوائد لأن هذا ما يتناسب مع المستوى الأول للتأهيل المقاصدي وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن سمارات وفوائد ومقاصد المقاصد أو معرفة المقاصد أشكركم لحسن الاستماع وإلى حلقة قادمة إن شاء الله نكمل فيها مبادئ هذا العلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكاديمية علوم الدولية متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل ترجمة نانسي قنقر